انظمت جمعية حماية التراث الثقافي والسياسي والسياحي عفواً لولاية بشار معرضاً عرضة زياء واني تقليدية تعرف بها المنطقة بالإضافة إلى تقديم طباق تقليدية محلية المعرض يصب في إطار الحفاظ على الموروث الثقافي والسياحي للمنطقة وشاركت تفرقة الرقص المحلية هوبي في المعرض أن قدمت هي الأخرى رقصات من التراث اللمدي العريق للمنطقة إلى ولاية أدرار الآن وتتواصل بالولاية فعليات شهر التراث كذلك إن احتضنت صحة الشهداء بالولاية وبقلب الولاية خيمة ثقافية متنوعة تعبر عن أصال سكان الجنوب وما يزخر به أهلنا التوارق إذن نتعرف عليها في هذا التقرير لتوفيق الأمير ضيف الله واليمين بالعلمي في قلب ساحة الشهداء الواقعة وسط مدينة أدرار تتراء لسكان المنطقة وزوارها الخيمة التارقية التي تعبر عن أصالة وهوية الرجل الصحراوي التارقي وسكان الجنوب قاطبة الخيمة تميزت بمختلف نشاطاتها الثقافية من عروض ولوحات فنية على غرار التندي وتاكويا وغيرها من الطبوع التارقية الأصيلة هذه الفعالية التي جاءت في إطار شهر التراث والتي استقطبت الجمهور المتعطشة لمثل هذه العنشطة الترفيهية تعد مبادرة تستحق ثناء